لا تخف الكلمة الأخيرة للرب أحبائنا مشاهدينا برحب فيكم في تأمل هذا اليوم بعدها الناس خايفة بصراحة بسبب مرض الكورونا ورغم الوعود بالفكسين اللقاح اللي عم بيتوزع في كتير من دول العالم لكن شيء غريب عم نشوف تشديد أكتر بعدها المستمرين يطلبوا منا نحط الكمامة نعمل مسافة دايما نعقم إدينا أو نغسلهم بشكل مستمر وطبعا إحنا لازم نلتزم بالقوانين حتى نقلل من العدوى بأكثر طريقة بس بلاحظ كمان أنه بشكل عام الناس صار عندها فوبيا صار عندها خوف وكتير من الناس صار عندهم حالة من اليأس وكتير من الناس صار عندهم حالة الملل وحالة الزهق فانعاوز أشجع كل شخص بشاهدني اليوم لا تخف الكلمة الأخيرة للرب هو فكرك أنه الرب مش شايف شو عم بيصير من أحداث سواء أحداث سياسية أو دينية أو اقتصادية أو اجتماعية الرب شايف كل شيء خلينا ندرك عدة أمور أول شيء الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر هو الإله الحي القيوم سلطانه لا ينتهي إلى أبد الدهور هو الذي ينصب هو الذي يعزل ملوك مكتوب عنه قلب الملك كجداول المياه حيث ما شاء يميله يعني الله هو متسلط في مملكة الناس شيء تاني لازم ندركه أنه حتى السلطات والحكومات يعني هذه كل السلطات تحت ترتيب إلهي وإحنا نخضع للسلطات كما نحن نخضع للرب إلا في حالة وحدة اللي بنصل فيها في حالة ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس شيء آخر الرب هو على العرش هو اللي إله الكلمة الأخيرة وأنا أؤمن بقوة الصلاة إذا إحنا صلينا الله رح يعمل أمور عجيبة إحنا دورنا نكون نور للأمم أو للعالم نكون ملح للأرض لأنه إن فسد الملح فبماذا يملح وإن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون إحنا المفروض نكون شهادة حية قدوة ونكون مثل لكل الناس ثم لا تخف لأنه أنا بحب هاي الآية بسفر الجامعة بقول إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر ما تخافش من الأمر طب ليه؟ لأنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما فالله هو إله السيادة والسلطان المطلق الكامل على البشر طبعا إحنا عايشين في العالم لكننا لسنا من هذا العالم إحنا كمؤمنين المفروض نكون قدوة ومثل وشهادة حية مش نذوب في المجتمع وننصهر بحسب فلسفة أو قيم هذا العالم إحنا مدعوون نكون متميزين نكون مختلفين بشان هيك الكنيسة إلها دور كتير كتير مهم وهذا الدور إنه فعلا إنأثر على هذا العالم بعدين الله إله السيادة يعني حتى الملوك شوف في أيام دانيال كيف الله استخدمه في أيام ما يسمى ملك الملوك النبو خد نصر ولما اطاول وارتفع كيف الله ضربه إنه يصير مثل الحيوان وضلوا لحديد أيام الفرص وهكذا الرب استخدمه واستثمر في حياته غير قوانين بسبب ما خافته لأله الفتية التلاتة استطاع أنه يغيره في فكر ملك فارس وهكذا منشوف كيف يوسف وصل إلى المرتبة التانية في أرض فرعون منشوف أستير في العهد القديم في نفس اللحظة اللي كان هامان عاوز يبيد كل شعب اليهود بالكامل بنفس اليوم حول الله يعني زمام الأمور والمجرى كله تغير إنه هامان وكل عائلته كل اللي خططه بقتل اليهود أبيده في هذا اليوم إحنا نثق في الله نستودع أنفسنا كما لخالق أمين نثق في عدالته نثق في محبته نثق أن كل الأشياء لابد أن تعمل للخير ونثق أن الأيام الجاي حتى لو فيه اضطهاد ولو فيه ظروف صعبة نستطيع أن نثق في الرب اللي يغير الأحوال والظروف تشجع لا تخف ثق في مواعيد الرب ثق في كلمة الله صلي أن حضوره يكون فعلا حقيقي في حياتك اختبر سيادة المسيح وربوبية المسيح على حياتك خلينا نتكلم بجهارة للناس بجرأة نحكي لهم عن سر خلاصنا ونحكي لهم عن الحياة الأبدية أنه الله مجهزها ومعدها لكل من يؤمن بيسوع المسيح أنا بصلي أنك تتشجع اليوم مكتوب المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأنه من خاف لم يتكمل في المحبة الإنسان المليان بالمحبة ما عنده خوف عنده ثقة عنده يقين عنده إيمان بالرب أنا بصلي أنك اليوم تتشجع وشجع نفسك قول يعني كلم نفسك لماذا أنت منحنية يا نفسي وكلمها أنك تتشجع وتسبح الله وتشجع نفسك اليوم تقول لن أستسلم أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني ربني باركك ترجمة نانسي قنقر